موسيقى سؤال هذا الاسبوع من لورا في مدينة ليون الفرنسية لمنع تدفق المهاجرين دول مثل المجر وضعت جداراً هل هذا تصرف قانوني؟ وهل هو الحل الأمثل لوقف الهجرة غير الشرعية؟ الإجابة ليست سهلة هناك جانبان لهذه المسألة من وجهة نظر القانون الدولي ومن وجهة نظر حرية الهجرة إنه تصرف غير قانوني لا يمكن أن نمنع الناس من المرور لكنه يعد قانونياً لأن معظم الدول ستشيد هذه الجدران داخل أراضيها وذلك في ظل الاحترام الكامل لسيادتها وهنا يتوقف القانون الدولي عند سقوط جدار برلين كانت هناك عشرة جدران قلنا إن هذه هي النهاية كان وهماً زالت الحدود في منطقة شينغين وفي منطقة نافتة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الموقعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لكن بغض النظر عن هذا كانت موجودة فعلاً اليوم يوجد 65 جدار المشيدة أو ستشيد هذا كثير جداً ونعرف أن هذا غير مجد إنها جدران لخلق الاختناقات ستوجه التدفق في بعض البلدان رأينا هذا مع جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وخارج المجر ولرى المشاكل في اليونات الشيء الوحيد الناجم عنه وتحويل تدفق المهاجرين أو في أسوأ الأحوال سيؤدي إلى لجوء المهاجرين إلى المهربين وسيؤدي إلى مزيد من الاقتصاد غير الشرعي وزيادة المافيا على حساب المهاجرين وسيستمر هؤلاء بالتدفق علينا أن ننظر إلى خلف الحدود إلى موراء البحر الأبيض المتوسط ما علينا وما نستطيع أن نفعل لمساعدة الذين يريدون البقاء في وطنهم اطرحوا سؤالكم على مواقعنا الإلكترونية